اشتركوا في القناة وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقد تكلمنا في الدروس السابقة عن هذا المعنى العظيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وسوف نبين أيضا في هذا الدرس معنى الوجل وما المقصود به ولكن أيضا بينا في الدرس السابق ما يتعلق بأهمية الدعاء وكذلك ما يتعلق برقة القلب والخشية لله سبحانه وتعالى وجاء هذا المعنى من هد النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان له مواقف بكى فيها عليه الصلاة والسلام وذكرنا له في يوم من الأيام كان يمشي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فرأى أناسا يدفنون صاحبا لهم فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدل مسرعا من بين يدي أصحابه إلى ذلك القبر فجث على ركبتيه عليه الصلاة والسلام يقول الراوي فجئت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت الدمع قد بلل لحيته أي بكى النبي عليه الصلاة والسلام ثم أوصى أصحابهم وصية عظيمة فقال لهم أي أصحاب لمثل هذا فأعدوا إذن الموت وتذكر الموت لا شك أنه يجب للمرء الخوف والخشية من هذا اليوم وأن يكون خاتمته خاتمة حسنة وهذا التأثر من النبي عليه الصلاة والسلام حصل في مواقف عدة وهكذا كان صحابته رضي الله عنهم أجمعين وأيضا ذكرنا تلك البشرى لأبي بن كعب رضي الله عنه وتوقفنا عندها في الدرس السابق وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة أو سورة كذا وكذا فقال أبي الله سماني لك أي ذكر اسمي فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد ذكرت عند رب العالمين قال نعم فذرفت عيناه وبكى رضي الله عنه تأثرا من هذا الموقف ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار ويقول كعب الأحبار لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا إذن البكاء من خشية الله له مزية وجاء أيضا أو جاءت هذه المزية عندما بينا النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجل فاضت عيناه ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله سبحانه وتعالى هناك سؤال يسأله الكثير من الناس يقولون البكاء أمام الناس وفي حضرتهم هل هذا البكاء يكتنفه شيء من الرياء وتصوير النفس بالخشوع والتقوى فكثير من الناس يمتنعون عن ذلك البكاء ولا يبدونه أمام الناس يجاهدون أنفسهم على أن لا يظهر هذا البكاء مخافة الاتهام بالرياء أو مخافة مداخلة النفس والعجو وعلى جانب آخر يرى البعض أن البكاء في المجالس وفي المواعث شيء طبيعي وخاصة لأصحاب القلوب الرقيقة فلا يمكن إنكاره أو اتهام صاحبه بأنه قد راء ولذلك نجد أن حال السلف في مجالسهم كانوا يبكون ولذلك نجد أن من علمائنا المعاصرين والذين عصرناهم مثل الشيخ بن باز رحمه الله قد بكى كثيرا في مجالس عدة بكى عندما ذكر موقف النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هل بلغت فبكى ابن باز رحمه الله وتأثر من هذا الموقف ثم قال لمن حضر ذلك المجلس وهو في ميناء قال وأنا أيضا قد بلغتكم ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم شهد اللهم إني بلغت اللهم فشد فبكى رحمه الله وكذلك أيضا عندما ذكر شيخ الشيخ محمد المراهيم وكان يذكر شيئا من سيرته بكى رحمه الله وكذلك عندما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام أغلق كل خوخة أي كل باب في مسجده عليه الصلاة والسلام إلا خوخة أبي بكر أي باب أبي بكر فبكى رحمه الله إذن هذا يحصر في مجالس أهل العلم الشيخ بن عثيمين رحمه الله كذلك بكى في مواقف عدة عندما ذكر قصة عمر رضي الله عنه عندما كان مع مولاه سالم ذهب يتفقد الرعية فوجد إمرأة مع أطفالها يبكون وقد وضعت القدر ورآها وهي تشعل النار تحت هذا القدر والأطفال يتضاغون من الجوع فسألها عمر عن ذلك فأخبرته بأنها وضعت الحجر في الماء من أجل أن تلهي أولادها بأنها أو توهمهم بأنها تطبخ لهم الأكل حتى يتعبوا ثم يناموا فسأل عن حالها عمر فبيّنت له رضي الله عنه عن حالها واشتكت ذلك على أن هذا التقصير من أمير المؤمنين من عمر رضي الله عنه فذهب عمر مع مولاه سالم فأخذ الطحين وأخذ الدقيق معه ثم قال لسالم ضعه على ظهري قال سالم أنا أحمله عنك يا خليفة يقصد عمر رضي الله عنه فقال رضي الله عنه قال عمر هل ستحمل وزري عني يوم القيامة فحمله عمر رضي الله عنه وذهب أيضا إلى تلك المرأة وهو من قام بإداد الطعام لها فبكى الشيخ بن عثيميا رحمه الله من هذا الموقف وغيرها أيضا مواقف عدة عند قدوم النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة ذكر رحمه الله هذه القصة وبكى وتأثر وهكذا العلماء أيضا الشيخ صالح فوزان وغيرهم من العلماء يتأثرون من هذه المواقف ولا يقال بأن بكاءهم كان رياءً وإنما هو حال السلف عندما يتذكرون مثل هذه المواقف المؤثرة إما من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو من هدي الصحابة رضي الله عنهم أيضا إذا كان المرء بين الناس وغلبه البكاء فلا شيء في ذلك وذلك إذا اطمأنا بأن النفس صادقة وأيضا يستشعر الإخلاص في العمل وإنما جاء ذلك من أثر هذا الموقف وهو يكون أحيانا من رقة القلب وعدم الاستطاع ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه عنده رقة في قلبه كان عنده رقة في قلبه ولذلك كان رضي الله عنه عند تلاوته القرآن وعند مواقف كثيرة كان يبكي رضي الله عنه ولذلك ما يسمى بالتباكي هذا التباكي هو صادر عن النفس مباشرة لا يتملك الشخص نفسه إلا أن يبكي أما أناس هناك ما يسمى بالتباكي والتباكي كما ذكر ابن القيم رحمه الله هو نوعان النوع الأول نوع محمود التباكي المحمود والنوع الثاني التباكي المذموم فقال رحمه الله التباكي المحمود أن يستجرب من قلبه الرقة من أجل أن يبكي خشية لله سبحانه وتعالى لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة إنما يحاول أن يستجرب البكاء من أجل رقة القلب ومن أجل الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى أما التباكي المذموم هو أن يجرب هذا البكاء من أجل أن يراه الخلق ويراه الناس وهذا هو التباكي المذموم لذلك عمر رضي الله عنه عندما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر رضي الله عنه وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر يبكيان فلما رآهما عمر رضي الله عنه قال لهما أخبراني أخبراني ما يبكيكما وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني يا رسول الله ما يبكيك فإن وجدت بكاءً بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما فكان يريد استجلاب البكاء من أجل بكاء النبي عليه الصلاة والسلام وبكاء أبو بكر رضي الله عنه فهذا الاستحضار لهذا البكاء لا شك أنه هو بكاءٌ محمود وتباكي محمود فعلى المسلم أيضاً أن يتباكى أيضاً ويحرص على هذا البكاء الذي يستجرب به الخشية لله سبحانه وتعالى ولذلك ذكر بن القيم أن بعض السلف رحمه الله قال أبكوا من خشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا فالمسلم يستحضر هذا البكاء لما فيه أيضاً من أيضاً معالجة القلب وقسوة القلب فبعض القلوب قاسية بعض القلوب قاسية وهذه القسوة نتجت من تلك الممارسة التي تحصل في حياته خاصةً مع تلك المقاطع التي يشاهدها أو أيضاً في حياته ومع ناس ومع معاملته ومع أهله ومع زوجه ومع عمله فتجده قد قسى قلبه ولذلك تعرض الفتن على القلوب عوداً عوداً فأيُّما قلب استشربها فإن القلب يكون قاسي وأيُّما قلب أنكرها لا شك أنه يكون هذا القلب قلباً خاشعة ولذلك على المؤمن أن يتباكى وأن يستجرب الخشوع في جميع أيضاً دعائه مع الله سبحانه وتعالى ورجائه لله سبحانه وتعالى بأن يقبل الدعاء يقول ابن القيم فيما يتعلق في هذه الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ما هو الذكر وما المقصود بهذا الذكر الذي يحصن به الوجل والخشية لله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أنواع بيَّنها رحمه الله قال الأول هو ذكر الأسماء والصفات ومعانيها عندما يأتيك صفة أو اسم من أسماء الله فهذا هو نوع من الذكر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهذا نوع من الذكر وهو استحضار وتذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك صفاته سبحانه وتعالى الأمر الثاني ذكر الأمر والنهي عندما تتذكر ما أمرك الله به وما نهاك عنه فإذا جاء موقف وأيضاً النفس أمرتك بسوء فتذكر أن هذا الأمر محرم هنا تذكر وهذا أيضاً يسمى ذكر لله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إذن هذا هو الأمر الثاني أن يتذكر العبد الأمر بالنهي وكذلك بالحلال والحرام وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وما أمر به هذا الأمر الثاني الأمر الثالث ذكر الآلاء والنعماء والإحسان من الله سبحانه وتعالى وقال هذا الذكر هو ثلاثة أنواع النوع الأول ذكر يتواطى عليه القلب واللسان وهذا ما يتعلق بكل ما يتعلق بالذكر مثل قراءة القرآن أو الأدعية الصباح والمساء وكذلك أيضاً الأدعية التي لها زمن وأمر محدد فهذه الأدعية إذا تواطى اللسان مع القلب فهذا هو أفضلها أفضل الدعاء إذا قرأت القرآن تجد أنك تستحضر هذه الآيات وتعلم معانيها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته فالمقصود بقراءة القرآن هو التدبر فإذا تدبرت القرآن وأنت تقرأه بلسانك فهذا هو أفضل الذكر ولذلك يقول هلعين في مسألة معينة عند قراءة القرآن أن من يقرأ القرآن بقلب أن هذا لا يعد قراءه لا يعد قراءه الذي لا يحرِّك لسانه بقراءته للقرآن فإن هذا لا يؤجر عليه بما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف وكل حرف بحسنة إلى عشر حسنات إلى أضعاف ذلك المقصود أن تلاوة القرآن يجب أن يتواطأ بها القلب مع اللسان الحالة الثانية ذكر أنها تكون بالقلب وهو ما ذكرت سابقا الأول تواطؤ القلب مع اللسان الثاني هو الذكر بالقلب المقصود بالذكر للقلب هو خشية الله سبحانه وتعالى وهي الخشية وهي المخافة عندما تذكر الله سبحانه وتعالى فقط بقلبك تستشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى وبحوله وبقوته وأيضا بأسمائه وصفاته ولكن بقلبك فهذا نوع من الذكر لكنه لا ينفع فيما يتعلق بالذكر في تلاوة القرآن وكذلك في الصلاة بعض الناس يصلي ولا يحرك لسانه وهذا أيضا لا يصلح في الصلاة فإنك في صلاتك عليك أن تحرك لسانك وقال أهل العلم أنك تُسمع نفسك القراءة والتلاوة أثناء قراءتك في صلاتك فهذا المقصود في التواطع فقلنا النوع الثاني هو الذكر بالقلب وهذا هو درجة أيضا محمودة أن يتذكر العبد يتذكر الله سبحانه وتعالى في قلبه ويتولد عند ذلك الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى النوع الثالث هو ذكر باللسان ذكر باللسان وهذا يحصن عند الكثير مننا يكون الذكر باللسان كيف يكون ذلك؟ تقرأ القرآن تجد نفسك تبدأ بسورة البقرة ولا تعلم من نفسك إلا وقد أنهيت هذه السورة ولم تعي منها شيئا هذا الذكر هو ذكر باللسان هل يؤجر المسلم على هذا الذكر؟ نقول نعم يؤجر على هذه القراءة ولم يستحذرها لأنه ذكرها بلسانه ولكنه يفقد الأجر المتعلق بذكر القلب باستحذار القلب ولذلك على المسلم أن يتدبر القرآن قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهذا الذكر باللسان كذلك أذكار الصباح والمساء البعض من الناس يحفظ هذه الأذكار فتجده يقولها ولا يستشعرها بقلبه ولا يستشعر معانيها فهل يحفظ المرء إذا قال هذه الأذكار بلسانه ولم يتدبر ولم يستشعر هذه الأذكار نقول إن شاء الله أنه يحصل له التحصين بذكر هذه الأذكار ولو كان بلسانه لكن يفقد الأجر المتعلق لما ذكره أيضا الله سبحانه وتعالى في ذكره وفي أيضا في قلبه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذن وجل القلب هنا هو المتعلق بالذكر في القلب هو المتعلق بالذكر في القلب إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذن هذه أنواع ثلاثة متعلقة بالذكر بشكل عام متعلقة بالذكر الأفضل وهو الذكر يكون بالقلب وباللسان يتواطأ القلب مع اللسان وهذا هو الأفضل إذا كان في تلاوة القرآن أو كان في أذكار الصباح والمساء فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في ذلك ولذلك إذا جاهد نفسه وكان الذكر يتواطأ بلسانه مع قلبه فإنه يحصل على المزية التي جاءت في هذه الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فيحصل على مزية الإيمان التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية إضافة إلى ذلك إضافة إلى ذلك فإن الله سبحانه يدفع عنه من الشرور باتصافه بهذه المزية التي ذكر الله في سورة الأنفال ونبينها الآن إن شاء الله فيما يتعلق ما حصل للصحابة لما لما طبقوا وعملوا بهذه الصفات فكان لهم النصر ولذلك على المؤمن إذا احتاج إلى أمر من أمور الدنيا أي أمر يغلق عليك في أمر من أمور الدنيا عليك بالاتصاف بهذه الصفات فيأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى ولو كنت ضعيفا ولو كنت في قلة ولو كانت لا حيل لك ولا قوة فإن الحيل والقوة بالله سبحانه وتعالى فهذا ما حصل للصحابة فكانوا في ضعف وفي قلة وفي مكان أيضا في مكان كانوا هم أقل درجة مما كان عليه كفار قريش ومع ذلك لما اتصفوا بهذه الصفات نصرهم الله تعالى في بدر أيضا ابن القيم ذكر أيضا ذكر مراتب أيضا للذكر هذه أنواع الذكر كما ذكرنا هناك أيضا أنواع للذكر ذكرها أيضا ابن القيم ودرجات قال الدرجة الأولى في الذكر قال الذكر الظاهر أي الذكر الجاري على اللسان المطابق للقلب وهو مشابه لما ذكرنا في النوع الأول وقال هذا مثاله في الذكر مثل أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم قال هذا نوع من أنواع الذكر قال هناك ذكر الدعاء الذكر الدعاء عندما يقول العبد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ومثل الدعاء يا حي يا قيوم هذا أيضا نوع وأيضا درجة من الدعاء وأيضا ذكر أيضا في مثل ذلك في الدعاء الذي يستجربه العبد في معية الله سبحانه وتعالى عندما يحصر له أمر من أمور الدنيا فيقول الله معي يقول الله ناظر إلي الله شاهد علي هذا نوع من استحضار المعية لله سبحانه وتعالى فتجده يذكر الله هذا أيضا درجة من الذكر يذكر بها العبد يذكر بها ربه سبحانه وتعالى فيقول إن الله معي إن الله يراني فهذا نوع أيضا من أنواع الذكر ثم قال الدرجة الثانية وهي الذكر الخفي وهو الذكر بمجرد القلب وهو مشابه أيضا للنوع الثاني فيما ذكرنا وهو أن يذكر الله سبحانه وتعالى في قلب وهذا يتمثل في قوله تعالى الذي ذكر لكم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله أي ذكروا الله بقلوبهم فتذكروا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب الدرجة الثالثة هو الذكر الحقيقي وهو ذكر الله لعبده وهو ذكر الله الله سبحانه وتعالى يذكر عبده بأن جعله موفقا للذكر فهذه هي أعلى الدرجات بأن يوفق العبد وأن يكون لسانه رطبا دائما بذكر الله سبحانه وتعالى فإذا وصلت إلى هذه المزية فقد وصلت إلى أمر فإنه توفيق من الله سبحانه وتعالى وكما ذكرنا أن هذا الذكر إذا كان على لسانك فإنك تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جم وحتى في نومك وكذلك إذا تعريت من الليل وجاء فيما يتعلق بهذا الذكر من تعار من الليل من تعار من الليل أي استيقظ من الليل في نومه أثناء نومه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن دعا فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له إذن هذا الذكر انظروا ذكرت الله في هذا الموقف في استيقاظك في فترات استيقاظك من النوم فذكرت الله بهذا الذكر ثم قلت اللهم اغفر لي أو أنك دعوت الله في هذه اللحظات يستجاب لك فهنا إجابة للدعاء ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو أنه قام فتوضأ فصل فإنه فإنه إذا صلى في هذه الحال وفي هذا الموقف فإن صلاته مقبولة وهذا فضل أيضا من أفضال الذكر إذن يتبين لنا من قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أجلت قلوبهم إذا ذكر الله أجلت قلوبهم نستفيد من هذه الآية أولا أنه جاء فيها حصر للإيمان جاء فيها حصر للإيمان قال إنما المؤمنون فهذا حصر لأهل الإيمان أسلوب الحصر هنا يشير إلى أن المراد بذلك هم المؤمنون الكاملون في إيمانهم المؤمن الكامل في إيمانه هو الذي يتصف بهذه الصفة الأمر الأمر الثاني أن الآية فيها تحريض وإلزام لطاعة الله وطاعة الرسول من أين أخذنا ذلك مطلع سورة الأنفال ماذا يقول الله تعالى قال يسألونك عن الأنفال الصحابة يسألون عن الغنائم التي حصلت في غزوة بدر فكان هناك اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فقال الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم حصل اختلاف بين الصحابة فيما يتعلق بالغنائم فقال لهم الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ثم قال وأطيعوا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ثم قال إنما المؤمنون الذين إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهذا متعلق بهذه الآية وهو متعلق بأن على المؤمن أن يطيع الله ويطيع الرسول وأن يتصف بهذه الصفات أيضا استجابة الصحابة هذا فيه دلالة أيضا هذه الآيات على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لحكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك هذه الاستجابة أيها الإخوة يجب أن تكون دائما معنا إذا سمعنا قال الله وقال رسوله علينا الاستجابة مباشرة لأن استجابتك لله وللرسول إذا جاء النص فإن في ذلك تفريجا لك لهموم ولكل ولكل ما يشق عليك الصحابة رضي الله عنهم عندما نزل قول الله تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب به الله فعلم الصحابة رضي الله عنهم معنى هذه الآية وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب به الله فمعنى هذه الآية أن نفسك إذا حدثتك بسوء أنك تحاسب على ما حدثتك به نفسك وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب به الله فجاء الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله وقد جتهوا على الركب فقالوا يا رسول الله ولقد أنزل من الشرائع ما نطيق ولقد أنزلت هذه الآية ووالله لا نطيقها ووالله لا نطيقها فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا كما قال من قبلكم من الأمم سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم مباشرة قالوا سمعنا وأطعنا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير جاءت هذه الآيات فلما علم الله صدق الصحابة قال قال الله تعالى في التخفيف عنهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فنسخت هذه الآية السابقة فجاء التخفيف فهذا يدل على أنك إذا استجبت لأمر الله ولأمر الرسول مباشرة فإن هذا هذه الاستجابة فيها الخير العظيم لك أيضا في هذه الآيات دلالة على أهمية الذكر والتذكير بالله سبحانه وتعالى فليكن لسانك رطبا بذكر الله دائما وفي كل أحوالك يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يغلق عليه في المسألة يبحث في مسألة أو يقول في أمر من أمور الدنيا يقول فيغلق عليه يقول فأكثر من الاستغفار يقول فأستغفر في بيتي وفي مجلسي وفي سوقي وفي مسجدي يقول أكثر من ألف مرة حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في هذه المسألة فكان رحمه الله يستشعر أهمية الاستغفار في تفريج الهموم فالاستغفار أيها الإخوة إذا أغلق عليك أمر من أمور الدنيا أو في مسألة أو أردت أي أمر من أمور الدنيا فعليك بكثرة الاستغفار البعض من الناس هداهم الله عندما تقول له أكثر من الاستغفار يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات ثم يقف ثم يقول أنا أستغفر ولكن استغفاره قليل نحن نقول إذا أردت الفرج والتوفيق فأكثر من الاستغفار ليكن لسانك رطبا دائما يستحضر الاستغفار في كل مجلس فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة وفي رواية أكثر من مئة مرة فكان يستغفر في كل حاله رأينا ذلك أيضا عند كثير من علمائنا ومن ذلك ممن تميز به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله دائما لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى دائما في مجلسه الذكر حاضر لا ينشغل بأمور الدنيا إذا سكت الناس انشغل بالاستغفار وهكذا كان فتجد وقته قد بارك الله له بكثرة هذا الاستغفار عندما مات رحمه الله لا يحصى من كان يساعدهم على مستوى العالم في جميع دول العالم وهو رجل عنده من المهام الكثيرة عنده رئاسة الإفتاء عنده الفتوى عنده أيضا أعمال كثيرة في الرابط وغيرها ومع ذلك كان يدرس الدروس يدرس أكثر من مرة في اليوم وتجده أيضا في عمله يداوم الدوام كاملا وإذا رجع إلى بيته تجد أن الغداء يجتمع عليه الكثير من الصغار والكبار تجد الفقير والأمير في مجلسه ويجرس على الأرض وأكله بسيط جدا فإذا جاء العصر يذهب إلى المسجد وتجده يدرس بعد صلاة العصر يقرأ عليه في الحديث وإذا رجع إلى بيته تجده يحضر للدرس بعد صلاة المغرب انظروا الشيخ بن باز على علمه وجلال قدره ومكانته كان يحضر للدرس لدروسه كان يحضر لها فكان يحضر لدرسه بعد صلاة المغرب وجئنا في أكثر من درس للشيخ رحمه الله ونحن في الدرس عندما بدأ القارئ يقرأ قال الشيخ رحمه الله حسبك لم نحضر هذا اليوم لم يحضر لهذا الدرس فكان يهتم ويعتني أيضا بهذا الدرس بل كان يعتني بطلابه كثيرا ولذلك أذكر موقف أيضا يحسب لخادم الحرمين الملك سلمان ويحسب أيضا لشيخنا الشيخ بن باز ولعلنا نختم بهذه القصة التي حصلت وشهدتها في مجلسه رحمه الله كدنا في درس أيضا في تفسير البغوي فكان الشيخ يدرس بعد صلاة الجمعة واجتمعنا في مجلسه وكان المجلس يمترع ونجلس على الأرض ونحن في هذا الدرس قالوا له إن الأمير سلمان سوف يحضر إلى مجلسك ويريدك بأمر خاص فقال إذا جاء فليدخل فانتظرنا قليلا فقالوا أن الأمير قد وصل فدخل الأمير فقام الطلاب ووسعوا للأمير حتى وصل إلى الشيخ فقبل رأسه وجلس بجواره ثم سلم عليه وسأل الشيخ رحمه الله عن حاله وعن حال خادم الحرامين الملك فهد آنذاك ثم قال الشيخ للأمير سلمان وهو خادم الحرامين الآن الملك سلمان قال له لألكم تستفيدون معنا في هذا الدرس وكان وكان الدرس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآية وكنا في هذا الموقف فبدأ الدرس ثم بدأ الشيخ يعلق على هذه الآيات ويذكر تفسيرها ثم أيضا شارك أيضا الأمير سلمان آنذاك شارك في هذا الدرس وأخذ يسأل وكان أيضا معه فهد بن سلطان الأمير فشارك أيضا في هذا الدرس وأخذ يسأل الأمير حفظه الله كان يريد حاجة مهمة من الشيخ فالشيخ ظن أن الشيخ ربما يدرس عشر ربع ساعة ثم بعد ذلك يتفرغ له فأسر للشيخ بكلام فقال الشيخ رحمه الله هؤلاء الطلاب قد حضروا من أماكن بعيدة ونحن التزمنا معهم في هذا الدرس قال لعلك تكمل معنا هذا الدرس ثم نجلس ونتحدث ثم أيضا أسر في أذنه مرة ثالثة ثم قال الشيخ لعل يكون اللقاء بعد صلاة العشاء لأننا قد التزمنا مع الطلاب فرضي الأمير حفظه الله وقال إن شاء الله أحضر لك بعد صلاة العشاء هذا الموقف أيضا يحسب للأمير ويحسب للشيخ الشيخ أراد أن يبين لطلابه أهمية الطلاب وأهمية العلم وأن لهم قدرا كبيرا بحضورهم لمثل هذه المجالس وهذا أيضا يحسب للأمير لتقديره للعلماء وأيضا لمكانتهم ولما لهم من مزي كبيرة في مثل هذه المجالس بل إنه شارك وقد عرف خادم الحرمين الشريفين بأنه كثير القراءة وكثير الاطلاع بل كان يتصل على العلماء دائما وأبدا أيضا عندما يشكل عليه مسألة يتصل عليهم مباشرة إذا كتبوا مقالا اتصل عليهم ويناقشهم في هذا المقال إذا طبع أحدهم كتابا يقرأ هذا الكتاب ثم إذا حضر إلى مجلسه ناقشه في كتابه فهو قارئ ومطلع وفاهم لما يدور حتى في المسائل التي تكون نوازل ولا شك هذا من عنايته بالعلم وأيضا بالعلماء أقول هذا الموقف لكي تعلموا بأن العلماء وفقهم الله لهم مكانة عظيمة هذا الشيخ العظيم الشيخ بن باز رحمه الله مكانته لم يسلم من الأداء بل اتهم رحمه الله وقيل عنه بأنه من علماء السلطة ومع ذلك لم يضره رحمه الله فكانت له المكانة العظمى بل إنه بقي أثره وحتى الآن بل إن موقعه في المواقع التواصل هو الموقع الأول على مستوى العالم وذلك لصدقه رحمه الله ولهتمامه ولعنايته وكل ذلك أيضا أرجع وأقول لكم لأن لسانه كان حاضرا بذكر الله فجعل الله له البركة جعل الله البركة في علمه وفي وقته ولذلك علينا أيها الإخوة لتكن ألسنتنا دائما حاضرة بذكر الله بالاستغفار وأيضا بكل ما نستطيع من الأذكار والمحافظة عليها أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار التي فيها الخير للمؤمن والله سبحانه وتعالى يقول واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذه المواقف لعلمائنا هي مواقف كثيرة ولعلنا نذكر شيئا منها في مجالس قادمة من أجل أن نعلم ونعرف قدر العلماء وما يبذلونه من جهد في توجيه الأمة وفي العناية بطلاب العلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد